قال رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل عمر فتوح إن هناك ضرورة لإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخدمات ومستلزمات الانتاج في مصر بمشاركة المجتمع ككل وأضف فتوح أن الهدف من المقترح هو هدف قومي لزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعات الوطنية حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب أنا محتاج النهاردة أبتدي أدي ثقافة لشبابنا وللمصنعين بتوعنا إن أي حد محتاج بيجيب خط انتاج أنا بقوله اتفضل ابتدي انتج بعفيه من أي ضرائب بعفيه من أي جمارك دي مهمة جدا في المرحلة الحالية وعشان محدش يعني يعني يزايد في الحتة دي أنا النهاردة لو أنا النهاردة ما دفعتش ضريبة بس أنا هجيب أكتر من الضريبة دي لما مصنع يشتغل يعني أنا لما أجيب خطوط انتاج وشغل مصنع وشغل شباب وهساهم في تقليل معدل البطالة وهقل الفاتورة الاستراضية اللي هي العملة الأجنبية اللي عمل لنا أزمة وكمان لما زود انتاجي هصدر أظن أن احنا هنجيب رقم أكبر بكتير من الرقم اللي هناخده على خط انتاج